موسيقى الليلة الثالثة من ليالي رمضان نتواصل معكم عبر شاشة العربية وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عسى أن نكون جسرا بين تلك الوسائل حلقة الليلة استثنائية في الشكل والمحتوى لكن قبل أن نبدأ في تفصيلها نبقى مع أبرز ما ستحتوي مسلسل سلفي مالئ وسائل التواصل والمجالس وشاغل الناس بعد ثلاث حلقات فقط من بدايته تكثير وشتم وتهديد يطال النجم الكوميدي السعودي ناصر القصبي من قبل دعاء وتنظيمات متطرفة وناصر القصبي وخلف الحربي ضيفة تفاعلكم للرد على كل ما طالهما من اتهامات وتهديدات أهلا بكم مجددا مشاهدينا كما تعودنا بداية كل حلقة سنطرح سؤالنا الاستطلاعي الذي سيكون اليوم هل ما طرحته حلقة سلفي بالأمس واليوم قريبة من واقع داعش الفعلي؟ وطبعا هذا هو السؤال الآن أمامنا على الشاشة إذا أحببتم التفاعل ما عليكم سوى المشاركة عبر هاشتاج تفاعلكم الظاهر أمامكم أسفل الشاشة فإذا كانت الإجابة بنعم اكتبوا رقم واحد أما إن كانت الإجابة بلا فعليكم كتابة الرقم اثنين لا صوت يعلو على سلفي في مواقع التواصل الاجتماعي ومجالس السعوديين خصوصا ثلاث حلقات فقط كانت كافية لتسليط أغلب الضوء والاهتمام على ناصر القصبي وخلف الحربي وفريقهما في المسلسل الاجتماعي الكوميدي معكم الأخ توفيق عبد الله سيحدثنا عن تجربته اتفضل يا أخ توفيق غاب عاما عن رمضان وعندما أطلق قبل ثلاثة أيام عاد ليثير الجدل حول ما يقدمه حلقة الأولى من سلفي استنفرت بعدها وسائل التواصل الاجتماعي والمجالس وأنشأت الهاشتاغات التي كانت موجهة أغلبها إلى بطل العمل ناصر القصبي وجزء منها إلى مؤلفه خلف الحربي الحلقة كانت تتحدث عن مطرب فشل في المجال الفني ليتخذ بعد ذلك الدين طريقا لتحقيق مكاسب مادية بعد هذه الحلقة بساعات خرج خطيب لأحد المساجد في السعودية ليكفر الممثل القصبي ويوجه إليه شتائم كبيرة واتهامات بالتعدي على الدين سرعان ما اعتذر عنها مساء بدهوى أنه أخطأ في مسألة التكفير 24 ساعة بعد نهاية الحلقة الأولى عاد القصبي وفريقه إلى إشعال مواقع التواصل بالتعليقات حتى وصل هاشتاك سيلفي في تويتر إلى المرتبة الأولى عالميا في لحظة من اللحظات كأنشط المواضيع تداولا قصة الحلقة الثانية والثالثة كانت تحاول نقل واقع داعش بسخرية سوداء لتنهال على القصبي ألوان من التهديد الإلكتروني بالانتقام والقتل من قبل معرفات أغلبها مجهول محد رح يقص راسا لنا كافو اشتركوا في القناة معنا هنا في الستوديو النجم السعودي ناصر القصبي وأيضا النجم الكتابة الكاتب الساخر خلف الحربي طبعا أرحب فيكم معايا اليوم منوريننا وكل عام وأنتو بخير كل سلام أنت طيبة أهلا وسهلا فيك وعلى شهد المشاهدين كل عام أنت بخير أنت وفساد المشاهدين طبعا أنتو الاثنين من أصعب اثنين أنه يعني نجابوا في الستوديو يعني فأنا شكرا لوجودكم معنا اليوم خلينا نبتدي طبعا حنتحدث عن سلفي سلفي متصدر الهاشتاغات بشكل عام من يوم ما بدأ عرض المسلسل تصدر عالميا وإذا مثلا أخذنا نظرة هنا على السعودية حنلاقي سلفي الرقم أول إذا مثلا أخذنا نظرة على الكويت حنلاقي برضو خلينا بس أمود يدي هنا برضو حنلاقي سلفي هنا ونفس الشيء مثلا إذا أخذنا خلينا ناخد نظرة على الأردن مثلا سلفي أيضا موجود طيب أنتو ثلاث حلقات ومتصدرين بهذا الشكل متصدر لا تكلمني طيب هل تعتبروا أنكم أنتو هذا الموضوع النجاح بتصدركم هذا الشيء وطبعا إثارتكم للجدل في الهاشتاغ يعني هو قطعا الردود الفعل اللي حصلت معنا في الحقيقة الحمد لله بيعني وفقنا إحنا من الحلقة الأولى كان فيه ردة الفعل كانت كانت واصلة وكان تأثيرها أيضا واضحة الحلقتين اللي كانت اليوم وأمس أيضا لأنه موضوعها كمان موضوع الساعة موضوع داعش يعني داعش هذه حكاية يعني قصة كبيرة وكل بيت اليوم مش كل بيت سعودي كل بيت عربي عنده أو حتى على مستوى العالم يعني فدخولنا أيضا بهذه الحلقتين وبهالموضوع الساخني اللي حصل في داعش وردود الفعل اللي حصلت كان محتاجة الحقيقة البرنامج برنامج مثل سيلفي برنامج في الأول وفي الأخير هو برنامج شعبي طبعا فمهم أنه يكون يعني يخطف الأنظار في بدايته لأنه هذا مهم لنا كفريق عمل أنه أنت إذا دخلت في وجدان الشارع تستطيع أنك أنت تقدم باقي حلقاتك حتى لو كانت دون المستوى لأنه خلاص المشاهد تمتكلي تعاطف معك ودخل وهذا الحمد لله يعني أنا أعتقد أنه وفقنا والدليل الحراكة اللي قاعد يصير من وراء الحلقات بس أنتوا تصنفوا أنه مسلسل كوميدي ولا تصنفوا أنه مسلسل لا اجتماعي في رسالة معينة أنتوا تبقوا توصلوها التأكيد كوميدي والكوميديا بدون رسالة يعني تفقد قيمتها التأكيد اجتماعي لأنه يستمد الكوميديا يعني من رحم المجتمع من رحم الشارع من مشاكله من كل هذا يعني أكيد يعني الكرت الأساسي اللي عندنا هو الكرت الكوميدي أحيانا القصة تساعدك أنك تروح في الكوميديا بعيد وأحيانا البناء الدرامي مثل بعض لقطات أو مشاهد حلقة اليوم ما كانت تحتمل الكوميديا ما كان ممكن نحول الموضوع إلى كركتير يعني في الجانب إنساني جانب اجتماعي جانب تراجدي أحيانا هذا يدخل في باب الكوميديا السوداء يعني مرات يكون شر البلية ما يضحك بس يعني هل مثلا نقدر نقول أنه القصص اللي في سلفي مأخوذة من قصص واقعية هو مو بالضبط يعني واقعية كما هي إنما هي مجموعة قصص اللي شفناه مثلا اليوم كذا قصة قد يقولون الناس غير معقولة لكن كذا قصة كانت حادثة فعلا أنت تلمها السياق العام هو حادث اللي شوفوه الناس اليوم يشوفونا يوميا في نشرات الأخبار ويقرونا يوميا في يعني مو هذا الواقع هذا اللي يصير يعني ما اخترعته شيء يعني ما اخترعته شيء بس كمان كان لحظنا في ترتيب الحلقات وخلينا يعني نتكلم بصراحة يعني هنا أنه في ترتيب الحلقات كان فيه تركيز في أول حلقة على أنه واحد مغني فشل في الغناء وتحول إلى بعدين طريق الدين وفي الحلقتين اللي بعدها كان فيه كمان عن اللي هو داعش فليش هذا التركيز على هذه الممارسات اللي يقوم بها البعض تحت اسم الدين أو يعني أو مثلا يعتقدوا أنها من الدين ليش كده ركستو ما أظن في تركيز لأنه ثلاثة حلقات من ثلاثين حلقة عشر وفي المئة بس يمكن لأنها جت في البداية الناس ظنتوا ولا أظن بينهم تشابق هذاك موضوع عن التجار بالدين عن الموقف من الفن وهذا موضوع عن جماعة إرهابية متوحشة دموية ما لحلقة يعني اختطفت شباب الوطن يعني أعتقد أنه وبكرة أكيد موضوع غير تماما واللي بعد غير تماما يعني ما أظن يعني يمكن أصدفت عنده في ناس تحب تربط بين الموضوعين كمان يا خلف أنا أعتقد المسألة نحن نفرج الحلقات اللي عندنا اللي هي ثلاثين حلقة وترتيبها يجي يعني في مواصفات مثلا في مواصفات للحلقة الأولى كون فيها يعني انتظار ويبعرفون وين الجو العام في العمل الحلقة الثانية أيضا لها ترتيبات معينة صادف أنه حلقة بيضة الشيطان أنها من جزء فترتيب جدولة الحلقات صادف أنها وراء بعض يعني لأنه بعدين بعدين حتدخل أنت في الجو الاجتماعي لأنه مش معقول أنت كل شغلك حيكون بهذا الاتجاه أي فبعدين حننطلق لحلقات أخرى طبعا طبعا والم أخرى تماما طيب في تساؤلات عن أنه كنتوا حتتناولوا موضوع التعايش السني الشيعي على ضوء يعني الأحداث الأخيرة اللي صارت في السعودية هل نتوقع هذا الشيء؟ والله إحنا ما نحب نستبقى الأحداث ولا نحب نحرق العمل إحنا في كثير أي شيء يعني هذا المجتمع تناولنا صغيرا أو كبيرا قضايا تعني الشباب قضايا تعني الوطن قضايا تعني الأسرة كلها تناولناها لكن إحنا فعليا ما ودنا يعني نقول إيش فيه العمل ودنا يعني المشاهد ينتظر معنا ويشوف إن شاء الله ناصل أنت كتبت كمان تغريدة قلت يا جماعة إحنا لسه في أول يومين إنه لسه هل القادم إيه هل القادم أعظم يعني لا هي مو يعني بس فعلا أيضا يعني هي عارفة دائما ردود الفعل من الأول يفترض أنه نهدى شوي يعني لأنه مثل ما قلت لك أنا أنه العمل مو كله على سياق واحد يعني إحنا نتناول الجو العام الجوانب الأسرية نركز طبعا على الجانب الكوميدي فالحكم أيضا على المشروع كله من أول حلقة وتفنيده وأنه يؤثر بهذا الاتجاه أو ذاك هذا أنا أعتقد أنه التسرع مش مكانها الحلقة الأولى لا بد تعطي مجال شوي شوي يعني على الأقل يعني يتحركوا معنا يعني الأسبوع الأول على الأقل أولا مشكلة الحلقة الأولى أنه كان فيها أنه ناصر رح يغني بصوته المزعج فقلنا نخلص منها من أول شورة شحب فننقذ المزعج لا لازم دحني لحنة حكيتها مصر والو فديلة هذا والله شكلكم لازم تقعدوا معنا هنا كل يوم بعد كل حلقة نرجع لكم ناخد تعليق والهجوم عليكم طيب من ضمن الهجوم خليني يعني كمان أرجع في هذه النقطة يمكن كمان جاتك أنت كثير منها يا ناصر اللي هي قصة تهديد داعش لك يعني وصل الموضوع للتهديد بالقتل وصل الوضع أنه ناس كثير كفارتك كيف ترد على هالأشياء؟ يعني أنا أعتقد شوفي إحنا في الأول وفي الأخير يعني أنت ابن هذا المجتمع وإنت أيضا يعني إحنا ما إحنا جايين من كوكب آخر وإحنا جايين نقدم شيء يعني شيء مثلا مش مقبولي إحنا قاعدين نتكلم أولا إحنا أبناء هذا البلد ومن حقنا أيضا أن إحنا نقول كل شيء لأنه أيضا في داخلنا أيضا في داخلنا وطنية في داخلنا غيرة في داخلنا حب لهذا البلد البلد مش محسوب على فئة فمن حق أي سعودي أنه هو يجي يطرح ما يراه ثم هذا الطرح الحقيقة أنه كيف يستقبل بهذا أنا أعتقد المشكلة الأولى مش مشكلة عندنا ما عندنا مشكلة أحنا إحنا على المكشوف ما إحنا قاعدين نشتغل من تحت الطاولة إحنا أبناء بطن وعارفين وين راحين المشكلة في الاستقبال أنه كيف يأخذون هذه الفكرة البسيطة وبعدين تبدأ تحول وتؤول وتروح وتجي وتدخل طبعا في مناطق الحقيقة يعني فيها استفزاز وفيها شوشرة فيها شوشرة موضوع أبسط من كده موضوع أبسط من كده ولا أحد لا تزايد على وطنيتي ولا تزايد أيضا على ولا تكون أنت مثلا وصي علي أنا أريد أن أطرح ما أطرحه كوني أنا ابن هذا البلد وعند الحمية والغيرة فليه الحق أني أنا أطرح ما أشياء طالما أنها في حدود في حدود اللي أنت لا تخرج لا عن ثوابت ولا تخرج حتى عن العرف الاجتماعي بس اللي كفرك كمان أنت رجعت بعدين هو كتب أنه هو تراجع عن تكفيره لك وكتب براءة للذمة وليس خوفا من أحد فأنت ردت عليه أنه تراجع خوفا من مقاضاته فهل أنت مثلا ناوي فعلا تقاضي كل ما نتكلم عليك أو شكك في وطنيتك أو كفرك إيه طبعا يعني أنا أعتقد يعني أنت إحنا نعيش في بلد بلد أولا يحكم شرع الله بلد في قانون البلد مهي فوضى يعني مش تجي أنت في تعتلي منبر وتقول هذا كافر وهذا فيه وهذا لا 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 هذه فوضى يعني دخلنا إحنا في منطقة فوضى بس التقاضي يعني؟ لا أكسد أنا لا لأنه جاء وقدم يعني سحب هذه الموضوع لكن أرجع وأقول لك أنه البلد مهبوب وثانيا إحنا أعرفين إحنا وين راحين يعني وين راحين وين بتجني طيب طبعا أنت برضو أخذت نصيبك برضو من الاتهام ماذا هو أخذ نصيب الأسدل تحت أنت قلت خلص نفت طب خلينا نشوف بعض التغريدات وتعليقات الناس على المسلسل طبعا هنا في تركي بالسعيد بيقول أنه يعني ناصر القصبي في سلفي قدرة فنية عظيمة خلال اللحظات أبكاننا أضحكنا أسعدنا جعلنا نفكر يمكن اليوم كمان كان اللقطة الأخيرة في المسلسل كانت جدا مؤثرة يعني كمان هذه حلقتان من سلفي لخصت الحكاية نتمنى إيصالها للعالم فيه مطالبات كمان بترجمة الحلقات بس هل تعتقد مثلا خلف أنه يعني أنه وهذه كمان نفس الفكرة هنا هل تعتقد أنه أنت يعني مثلا بهذا العمل أو بهذا النوع من الأعمال تقدر تغير الأشياء اللي من خلال الدراسة والمدارس وفي كثير أماكن يعني بيحاولوا يغيروها أفكار معينة طبعا الدراما تصل بشكل أسرع للناس والدراما والكوميديا بالذات تصل إلى كل البيوت تتبين للناس بشائة الواقع اليوم فيه مغردين من الإراق ومن سوريا وكذا كانوا يقولون إذا أنتم مزعجتكم الحلقة هذه تعالوا وشوفوا الحال أكبر إذا شرحت الموضوع إذا بيّنت أن هذه جماعات اختطفت الإسلام ما لها علاقة في الإسلام يعني هي بشكل أو بآخر ترهب في ناس ما تشوف الخطر يعني ما تشوفها ولا تحسه إلا لما تجسده قدامها دراميا يعني ما ممكن يقرام في مقالب ما ممكن يشوفها في كذا فحنا حاولنا نوصل للناس إلى أي درجة هذا المنظر بشع ورغم ذلك نعتقد أنه ما قدرنا ناصل البشعاتهم يعني فيه أشياء ما قدرنا نسويها أو ناصلها يعني ما ما قدرنا نصورها نقدر نصورها بس يعني بشعة ومريعة ومهلكة لازم الناس تشوف كذا وحسينا اليوم أنه فيه تأثير حقيقي يعني جتنا تفاعل وتواصل من الناس بيّن أنه اليوم أثر فيهم مثل ما قلت المشهد الأخير ما أثر فيهم لما ناصر دخل المشهد هذا الإنسان الطبيعي هذا المواطن السعودي الحقيقي هذا هو الإنسان هذه الصورة اللي منوصلها دولا الناس الشباب الموجودين يعني أقولهم بختطفة بمعنهم نتكلم عن المشهد الأخير خلينا نتابعوا الآن على الشاشة اللي ما شافوه أول ما شفتك عرفتك خاين ونذل وجبان دين الخاين يبين من عيونه وانت عيونك عيون خاين والسيطرة اللي يريدنا نفجرها حتى نسيطر على الشارع الرئيسي خلص حصنوها بعد اللي ينكشفه الخطة وهذا بسببك يا خاين يا جبان بدل ما راح تموت موتة شهيد راح تموت موتة نذل وجبان وما حد راح يذبحك غيري لا يا بصراقة ويش اللي لا أرجوك ما حد راح يقص راسا لنا شافو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشهد يعني صراحة كان جدا مؤثر وقوي بس خلينا كمان أسألك على واحدة من شخصيات هذه الحلقة اللي هي شخصية أبو سراقة اللي هو كان يعني عامل اللي هو الزعيم لاحظنا أنه اللهجة كانت عراقية لاحظنا أنه ما كان بيستخدم أي مصطلحات دينية مثلا ولا أنه حتى قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام وكذا وكما كان بيتلفظ حتى بألفاظ نابية يعني هل هذا الشيء كان مقصود وليش؟ طبعا هو الأخ خياد وفرنان جميل من العراق الشاقيق طبعا وجود جنسية أخرى تبين أنه شبابنا المختطفين هما مجرد أدوات دائما أنا أقول وخصوصا بعض التنظيمات اللحبية وخصوصا داعش هي صنيعة استخباراتية قد يكون العناصر اللي تحت اللي هم اللي ينفذون وكذا يعني أدوات ما يدرون لكن بالتأكيد أن القيادات ما لها علاقة في الموضوع الجهادي أو في الموضوع الديني هي تنفذ أجندة وتعتبر هذولا أدوات وكان جزء من الرسالة أنه يكون شخص يعني من جنسية أخرى أي أن كان جنسية عربية أو جنسية غيرها عشان نوصل رسالة أنه شبابنا يعني يذهبون إلى محرقهم فيها مجرد أدوات طب بس بأمانة يعني منتو خايفين صراحة بعد هذه الحلقتين والتهديدات والجدال ما في جزء منكم خايف؟ بلا إن شاء الله يعني مقبل لهذه الدرجة أكيد الواحد يقع يعني ممكن تكون بعض الأمور مقلقة لكن إن شاء الله يعني ما في شيء لهذه الدرجة إن شاء الله ناصر خايف يعني في الأول في الأخير الحامي الله لكن يعني أنا أعتقد مهم أنه أنا برأيي بدون مزايدة وأتكلم الحقيقة بوعي شديد أنا أعتقد مهم دور الفنان اليوم أنه يكشف عن بعض الجوانب وأنا أعتقد أن هذا دور أساسي في أي فنان عنده رؤية أنه يكشف هذا يعني حتى وإن كان على حسابه هذا ثمن ثمن لازم تدفع وأنت ثمن لازم تدفع وأنا أعتقد أنه يعني إحنا لو عندنا هذا التحفظ أو ما إحنا يعني ما إحنا جادين في هالمسألة أنا أقعد بيوتنا أصرف إذا كنت أنت تخاف أنك أنت تقدم هذا أو ذاك لمجرد أنه يطلع لك فلان ولا زعطان يهددك لا أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يكون عند الفنان شيء من الشجاعة أنه يقول رأيه خصوصا في مسألة يعني لافتة في موضوع يعني بشع مثل ظاهر الدعش يعني أنا أعتقد أنه هذا هذا أول شيء يعني أنه أنت تقدمه أنك أنت تقول رأيك الحقيقي فيه يعني أنا أعتقد خوفنا الحقيقي يكون على بلدنا على أجيالنا وعلى شبابنا هذا اللي يرعبنا أكثر هذا اللي خوفنا أكثر إن شاء الله يعني طبعا أكيد يعني أنا شفت يعني بعض التهديدات للناصر وكذا هذا جزء مثل ما قال الناصر من دفع الثمن لكن خوفنا الحقيقي رعبنا الحقيقي على بلدنا اللي يتمثل داعش أحد أهم أعدائه اليوم على أمننا على سلمنا على استقرارنا على حياتنا على أجيالنا الجديدة على شبابنا اللي يروح ولا يقدر يرجع على الأمهات والأولاد والآباء اللي ينتظرون يعني أولادهم ولا يقدرون يوصلوا لهم يعني على الوضع اللي نعيشه تعيش الدول المجاورة حاليا مع الأسف بعض الدول العربية الشقيقة من انقسام وضطرابات وحروب أهلية وكذا هذا لازم يكون مصدر خوفنا الحقيقي مو مصدر سلامتنا الشخصية إذا هم فاهمين الجهاد لأنه الجهاد أيضا أختط في المعنى الأساسي إذا هم بفهمهم الجهاد بطريقتهم الخاصة إحنا أيضا اللي قاعدين نسويه هذا بعرفنا إحنا وبإيمان الفطرة اللي نؤمن فيه أيضا هذا جهاد جهاد أن نتحرر هماس من هالظاهرة البشعة طب يمكن يعني خلينا بس عندي دقيقة عندنا موضوع اللي هو استطلعنا اليوم اللي كان طبعا عن ما طرحته حلقتها سلفي بالأمس واليوم اللي هي قريبة من واقع هل كانت قريبة من واقع داعش الفعلي هذا الاستطلاع حفز مغردين على المجيء بمشاهد حقيقية من داخل داعش تتطابق مع ما أوردته حلقة سلفي نتابع هذا المشهد اليوم سوق السبايا اليوم سوق وراء ملكة إيمان اليوم التوزيح بلد الله عزيز كل المصير سوق السبايا سوق السبايا سوق السبايا يمكن كمان خلينا نستعرض بعض التغريدات أيضا اللي وصلتنا برضو عن العمل أيضا فمثلا عندنا هنا هذي بيتكلم عن اللي كنت وانتو بتتكلموا عنه انه كيف الفن ومرتبط هو أيضا بالقضية وكيف انه هو رسالة وطبعا هذه أهميتها يمكن كمان من العراق ومن سنجار تحديدا فبيقدم لكم الشكر على هذا العمل الفنانة شمس كمان شاركت أيضا في الهاشتاغ بتقول انه من سنين وقناة الجزيرة والعربية تعرض فضائع داعش ولم يحرك الرأي العام ساكنا وحلقتين بعشرات الدقائق صحة ضمير أمة يعني غلبتونا برابع عليكم فطبعا شكرا لشمس على أيضا مشاركتها في الحديث عن سلفي وهذه تقريبا نفس الشيء كان هذه حقيقة الدواعش القصبي في حلقتين طلع اللي عاجز على الإعلام يطلع من شهور برضو نفس تأكيد لنفس الفكرة حقتكم ولأهمية دور الفن خلاف كمان انت تحديدا يعني كاتب مقالات كثير عن داعش والدور اللي بيقوموا فيه وكذا واحدة من مقالاتك كانت عن جهاد النكاح كتبتها في عام 2013 وتحدثت تقريبا أنه هذا الشيء يعني صعب أنه يحدث لكن عدت في حلقة أمس وتحدثت عن هذا الموضوع فهل خلاف غير رأيه ولا لا لا متازل سألتيني السؤال هذا لأني شفت بعض الخوف في تويتر يعني هو ما يحدث إخراج الأمور من سياقها ذاك لما كتبتها أصلا ما كان أولا ما كان في داعش كان ردا على التحقيقات اللي نشرت في الصحافة التونسية أو بعضها وأجنبي أنه في مدارس نعم نساء في مدارس يجبونهم ويحطونهم يعني الممارسة بالساعدة فقلت مم أقول هذا كلام افتراء ولا يوجد بالنص كتبت ولا يوجد إذا فيه كان أحد فهو أي امرأة موجودة داخل أطار الزواج الشرعي وهذا ما أرض في الحلقة نعم هم أخذوا العنوان وطبعا في محاولة هو يبغي يدافع عن داعش وما يقدر فقال لك خلف الحربي ومتناقض قال كذبة جهاد النقاط مستحيل واحد يعني تقرأ العنوان وتترك الأسطر الصريحة الواضحة بس هذا جزء من الحرب طاش عشنا مع سنين هل سلفي حنعيش مع سنين ونتوقع سلفي اثنين وثلاثة واربعة طيب أستاذ وفعلا الجواب عنده أكثر منه يكون عندنا بس طمنونا خلونا لحينتهي وقتنا سريعا يعني أنا أعتقد لكل حادث الحديث على كل حال طيب يعني إن شاء الله دائما نشوفكم معنا ودائما متألقين على الشاشة كان معنا في الستوديو طبعا أولا خليني سريعا استطلاع اليوم لا بس نقولك ترى ما حمد كل دواعش ترى في وناسة عندنا نعم 98% قالوا أنه سلسل سلفي نقل الواقع كان معنا في الستوديو النجم السعودي ناصر القصبي وأيضا نجم الكتابة الكاتب الساخر خلف الحربي نورتونا وكل عام وانتو بألف خير الصحة والسلام 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 وشهدينا إلى اللقاء اشتركوا في القناة